الحاجة التانية وهي متعلقة بالتحكيم انا من قبل المباراة على مدار اسبوع هنا في برنامج التريند كنت اتكلمت بتفاصيل كتيرة جدا وكل حاجة انا قلتها حصلت بالملي مفيش حاجة قلشت بلغة الكورة كل حاجة قلتها حصلت بالملي وفكرة الحكم العالمي انا قلت لكم مفيش حاجة اسمها حكم عالمي والحكم اللي جيه كان حكم اقل من المستوى اللي الكل كان بيتوقعه انا بعتقد يعني ومن خلال رؤيتي في الملعب مستوى اقل من المتوسط بدنية ما كانش قادر يجري في الملعب قراراته الفنية اقل من 6 من 10 سبعة من 10 التحكيم في هذا اللقاء كان ضد الاهلي انا بقولها بصوت عالي التحكيم في هذا اللقاء كان ضد الاهلي وديكم 3 امثلة بس الناس بتنسى ما بتاخدش بالها اولا كل خبراء التحكيم قالوا ان الاهلي كان ليه ضرب الجزاء في الشرط الاول لامام عشور كل خبراء التحكيم بلا استثناء بلا استثناء ولكن الحكم لم يتدخل الفار لم يتدخل خدوا بالكم من مقريات المباراة وتوقيتات الفرص اللي ممكن تكون اهداف واللي تحسم المباراة مبكرا خدوا بالكم من الحاجات التفاصيل الصغيرة دي لان ادارة المباراة لأي حكم بتفرق في تقييمي انا للأداء التحكيمي ممكن الناس بتبص في الاخر على لقطة هدف واللي بالمناسبة الهدف فيها سنين بنسبة 100% ولكن بصوا على احداث المباراة التحكيم كان عايز يعمل ايه لا التحكيم كان ضد الاهلي ضرب الجزاء اللي امام عشور لم تحتسب الفار لم يتدخن نروح لحاجة تانية الليلة لما احرز هدف المساعد التاني الحكمة اللي كانت موجودة في المباراة رفع التسلل رفع التسلل يبقى الحكم ايه والقراره ايه والتحكيم اللي معاه ايه والمعاونين ايه لا مش هدف حاجة تالتة فيه كورة جت في جنب وفي ايد حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء احنا شايفينها واحنا في الملعب والمسافة ما بين خط منطقة الجزاء والقراره لما اصطدمت به جنب حسين وايده حوالي مثلا متر وفجأت ان الفار بيراجع فجأت ان الفار بيراجع كل ده على فكرة قبل الهدف ما يجيب قبل الاهل ما يجيب هدف كل ده قبل الاهل ما يجيب هدف وبالتالي الفار والحكم كان بيتمنى ركل الجزاء لان في اي حال من الاحوال بصوا هيل بداية معايا دي ركل الجزاء بنسبة مليون في المية ومش كلام انا بس ده كلام كل خبراء التحكيم ومع ذلك الحكم بصوا المسافة اللي بين الحكم واللعبة انت بتكلم في مسافة صغيرة جدا ما حسبش حاجة والفار ما كانش بيراجع حاجة الفار ما اشتغلش في اللعبة دي ما كانش بيراجع حاجة ما شافش حاجة ودارب الجزاء واضحة جدا تفرق في بداية المباراة تفرق بص التوقيت في الديئة 8 في الديئة 8 اللي عايز يركز ويشوف اداء التحكيمي يركز في التفاصيل دي دي لعبة دي لعبة روح للعبة التانية بتاعت حسين الشحات اللي كانت في الشوت التاني حسين طالع من مطلة الجزاء وبيحاول يمنع الكورنة تتلعب كورة عرضية جات في جنبه واترفعت وجات في ايده جات في جنبه واترفعت جات في ايده وهو حسين برا مطلة الجزاء هنا الفور ما بتدغلش منعشان اقولكو بس ان كان في حاجة مش مفهومة طاقم تحكيم اقل من المتوسط مع كامل احترام لكل الناس اللي كانت بتنادي مباراة كبيرة وعايزين حكم عالمي انا معرفش الناس دي كان هدفها ايه او اغراضها ايه لكن في النهاية ما سمعت الصوت حد لما شاف هذا الطاقم بصوا اللعبة دي حسين فين هنا ده بعد الخط ده بعد الخط بمتر فور ايه اللي بيراجع لعبة زي دي ده اختراك للبروتوكول يا جماعة فور ايه اللي بيراجع القرى بعيدة حسين مش دخل منطقة الجزاء عشان تشوف التقييم بتاعت اللعبة هل ايده متعمدة ولا لا هل ايده انقبرة الجسم ولا لا هل حرقته هنا سليمة ولا خاطئة هو اساسا برا منطقة الجزاء انت بتراجع ايه لو جواه منطقة الجزاء اقولك اوكي ده ضمن البروتوكول لكن انت بتراجع ايه وبالتالي ما بتراجع دي انت ما راجعتش الاولانية ليه بصوا التحكيم وتوجيه التحكيم بالشكل ده كان ماشي ازاي ولما جبت هدف لما جبت هدف على طول قرار المساعدة التانية الحكمة ارفع تسلل ارفع تسلل والفار راجع اللعبة في قديه بقى في 3 ا4 دقيقة تخيلوا ده لو حكم مصري بيراجع لعبة زديه في 4 دقيقة كان ايه اللي حصل فيه محدش يتكلم 4 دقيقة الفار بيراجع بتراجع ايه يا فندم ده القرى واضحة احنا في الملعب شايفينها القرى واضحة بتراجع ايه القرى هدف وسبح الله الله على نفس الزاوية بتاعتنا القرى هدف فيه كعب رجل لاعب اعتقد كان عبدالله السعيد مغطي امام عشور مغطي امام عشور القرى هي من اولها هي بصوا وبتتلعب وبترول محمد مجد افشا ويعمل قرى بينية ليه امام عشور فين التسلل هي القرى من اولها هي بص بقى اول ما جات القرى جون بص قرارة المساعدة التاني الحاكم اللي كانت موجودة رافعت على طول تسلل على طول رافعت تسلل والفار خد اربع دقايق والسؤال اللي بطرحه هنا الاشقاء في السعودية في الدورة السعودي بيطبقات قنية خط التسلل وبيطبقات قنية النصف آلي اللي لا سيمي أوتوماتيد ليه ما اتطبقتش والمعلومات اللي جمعت عندي ان التقنية تتطبق لان الملعب بالادوات بالتقنيات موجودة الملعب بالادوات بالتقنيات موجودة لجنة الحكام كانت أوتوف كنترول ملعاش علاقة بالمباراة اطلاقة على فكرة بصوا الكرة هدف الكرة هدف في واحد في واحد ما عندوش فكرة عن الكرة طلع بيقسة بالشبر أنا اول مرة اشوف تسلل بيتقسم بالشبر وبعدين فيه حاجة تانية غريبة جدا هي لمسة اليد أو الكرة لو جدت بالإيد بتحتسب هدف ولا بتبقى لمسة يد هو الكرة لما بتجي بالإيد لو لعب متقدم بدريعه أو بإيده هنا الكرة بيتحس بالتسلل على دريعه ولا الجزء اللي هو بس مسموح به إنه ممكن للعب بالكرة وهنا بيبقى جزء قانوني أول مرة أسمع واحد بيتكلم في الكرة بيتكلم في الكرة يقول لك إيده متقدمة هي يا راجل إيده متقدمة دي بقى أنت بتقولي الهدف سليم إزاي يعني إيده متقدمة ده إن ده على شيء بيدل على فكرة إن شعار الناس دايماً وهي بتحلل أو بتتكلم في الكرة بابين قصين كده الهقس أو التحفيل لكن مش كورة محد السأل طب فين تقنط النصف قالي محد السأل ليه المباراة كانت بدون مراقب حكام محد السأل ليه فيتور بيريرا ما راحش المباراة محد السأل ليه لامية الحكام ما تعرفش أي حاجة عن طاقم التحكيم محد السأل ليه اتحاد القرى ما كانش يعرف أسماء الحكام ومنشرش أسماء الحكام زي ما طلق الأستاذ واليد العطار وقالك أنا هنشر أسماء الحكام قبل موعد المباراة الثمانية واربعين ساعة لأنه محدش فيهم كان ليه علاقة بعد اللي أنا قلته ده وبعد التلات لعبات دول هل حد عنده ثقة إن يطلع يقولك الأقل يكسب بالتحكيم هيبقى إنساننا مغرد ما لهاش معنى تاني هيبقى إنسان مغرد لأن لو لا لا يكسب بالتحكيم في الدقيقة التمنى ضرب الجزاء واضحة كان الحكام حسبها كان الحكام حسبها ما حسبهاش لو التحكيم عايز يكسب الأهلي المساعدة التاني الحكام كانت ديت على طول هدف ولكن رفع التسلل لو التحكيم عايز يكسب الأهلي كورة حسين الشحات دي ما كانش أصلا يتبص عليها في الفار لأنه مخالفة للبروتوكول الكورة من برة أنت بترجع إيه كورة من برة فبلاش يا جماعة مزايدات ملاش لازم